السلام عليكم الفيديو ده سيكون تشويق كده هنفرش فرشة كده صغيرة لموضوع مهم جدا 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 هنملك عنه محاضرة يعني هتبقى أسف طويلة بس يعني هتبقى مهم ده سيتي الطفل عنده أربع سنين كان جاي بقى أبدومنا البين وما يعني مفهوش أي بوست فايندنكس يعني إلا فيه زائد ولا فيه اي حاجة من الأسباب اللي احنا ايه بنفكر فيه يعني كأسباب للأكويت أبدومين يعني خلاص؟ المفهوم اللي احنا عادي نركز عليه فترة اللي جاية قصة الرادياشن إكسبوجر للبيشنت كلهم وبالأخص للأطفال وتطبيق مبدأ الألارة اللي هو أن انت تعرض البيشنت عموماً وبالذات الأطفال الأقل جرعة أشعة ممكنة وحنتكلم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله أو في المحاضرة اللي جايها بش حوية بش تبقى كيس تبقى محاضرة عن إيه هي المفاهيم اللي انت فقط تبقى عارفها وإيه هي الأسليب اللي استعتمها وأول أسلوب منهم ده طفل عنده أربع سنين بتعمل سيتي أبدومن بيسة وديسة أكثر بشتراقات القرية وليس بطورةة بشتراقات القرية لا يوجد مشاكلات القرية هي خصوص القرية كافية جدا بإن انتتخلس أي شيء في الأبدومن Unless بمعنى ده روتين وورك لو في سبب يخليك تاخد ارتيريال خد لو في سبب يخليك تضيف ديلاية فايز خد لكن مينفعش باي منطق يكون ده روتين وورك ان الاطفال يتخذوا مالتي فايز امشنك حاجة التانية في حاجة في الفحوصات يعني لو حد فيك بساطة ازريكس او بيستخدم حورس وهيدي موجودة بعض الفحوصات المهم في حاجة اسمها الميتا داتا الميتا داتا دي هو ده السندول اسود للفحص كل معلومة ممكن تطلحها عن الفحص التكنيكل موجودة الكيوب اشتغلت ازاي و اشتغلت بانه و فولت و امبير و الروتيشن و حركة الترابيزة كل حاجة كل حاجة موجودة هنا والتيبل الوزيشن كله كله موجود هنا من يهمنا ممكن تتعلم الجهازة اسم المستشفى لانت تعلم اسم المستشفى بيانات المريض الاساسية نفسها كل الحاجة المريض في ميل و الزيشن كله موجود الآن نبدأ chute current مثلا انتغلت على كامل وكيلوفولت حالا نظهر اكثر بالأمر و تكون موحل كفاوز فوكس speech كيلوفولت كيلو فولت مئة وثلاثين فالكيلو فولت انا كان مئة وثلاثين وفي حاجة اسمها CTDI Volume 3.7 وده بصراحة ده المهمة عندي في الفيديو ده CTDI Volume CT Dose Index للفوليم انا اشرحها في المخاضرة يعني ايه CT Dose Index Volume الرقم هنا ده انتريستن جدا الطفل ده اتعرّد CTDI 3.7 وده جرعة قليلة وممناسبة جرعة من الاشعة يعني قليلة ومناسبة جدا للطفل فإفيدة تشويقة للمحاضرة اللي جاه هتاخذ شغل هتاخذ محاضرة طويلة لكن ده مفاهيم اساسية وانت مفعش كدكتور اشعة تكون بتشتغلوا براكتسينج راديولجي وتعراض البيشنط للإكسراي والCT وانت مش فاهم انت بتعمل ايه لازم تبقى عارف الموضوع رديدريشن إكسبوجر لازم نحتمى به كلنا لازم نتبقى عارفين ان البيشنط هيعمل كام فحص وكام فحصها في السنة ونحسب له الراديشن دوز عشان هو لو فيه وصل لها بنبطر مثلا عن فول اوب كانسر بالتنسيب مع الطبيب المعارك ان احنا نوسع او نوايدنس الجابس اللي ما بين الفحصات لازم المريض ما يتعرضش الراديشن دوز بزيادة ناهيكة عن انه هو طبعا من الاول اصلا ما يفحش المريض يعمل او سوري يعمل فحص بدون داعي او يكون له بديل مور افكتف زي الامراي في التشخيص تمام؟ فاللقاءة بقى مع المخاضرة القادمة باذن الله اشتركوا في القناة